اقالة مسؤول كبير باتحاد الكرة المصري بسبب فيديو ايباحي مع امرأة متزوجة عشرينية اهلا بكم متابعين قناة محمد سيف الدين بعد ثبوت تورد مسؤول قروي في اتحاد الكرة المصري مع سيدة متزوجة وكمان موسق بالفيديو وطبعا اعلن اتحاد الكرة المصري اقالة مسؤول كبير فيه وده اللي حصل امبارح يوم الخميس وهو اقالة المسؤول بعد ما المحامي زوج سيدة عشرينية تقدم ببلاغ للنيابة بيتهمه فيه بارتكاب علاقة غير شرعية مع زوجة مؤكله وده اللي كشف الدكتور احمد مهران محامي الزوج وكشف تفاصيل الوقع وقال ان هو تقدم ببلاغ للنائب العام بيتهم زوجة مؤكله والمسؤول الادارة الكبير بالقرة المصري واللي بيشغل في نفس الوقت منصب المسؤول عن القرة النسائية وعضو لجنة المسابقات بالقيام بجريمة الزنا واضاف كمان ان هو تقدم بفلاشة فيها الفيديو اللي يثبت ارتكاب الجريمة ما بين الزوجة والمسؤول ده والكلام ده حصل في شقة بحي الاسبكية وسط القاهرة بفيديو مدته 43 دقيقة وكان بيظهر فيه الزوجة والمسؤول اسناء ممارسة العلاقة غير الشرعية والاعمال المنافية للاداب داخل الشقة دي وطالب كمان بتطبيق نص المادة 274 من قانون العقوبات والمادة دي بتنص على ان تعاقب المرأة المتزوجة اللي بتثبت عليها جريمة الزنا بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبرضو شركها بيعاقب بنفس العقوبة ومن الجهة التانية قررت السلطات المصرية التحقيق في الواقع دي واستدعاء الزوجة للاستماع لأقوالها وبرضو استدعاء المسؤول الكبير باتحاد الكرة المصري علشان برضو يسمعوا أقواله فيما هو منسوب إليهم وحقيقة بقت حاجة مقززة ومقرفة جدا يعني مش مكافي الناس دي ان هي تعمل الجريمة لا كمان بيسجلوها صوت وصورة وكمان بيحتفظوا بيها وده كان أداة ان هو هيترفع عليهم قضية وكمان الدكتور أحمد مهران اتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الزوجة دي وكمان المسؤول القروي بعد إقالته من اتحاد الكرة المصري ده كان موضوع حلقاتنا النهاردة ياريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا بالشراكة في القناة ترجمة نانسي قنقر